مثلا خير شباب عندي ثلاث نماذج للذكاء الصناعي الشات جي بي تي والكوبايلوت والديب سيك طرحت عليهم سؤال واحد ورح نشوف النتيجة ليعطانيها كل نموذج فمثلا الديب سيك قلت له سعر الدولار في هبوط مقابل الليرة السورية هل أقوم بعرض منتجاتي أم أنتظر؟ مباشرة عطاني جواب التالي ليهو سعر الدولار مقابل الليرة السورية يتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية وما إلى هناك طبعا عطاني عدة نصائح بناء على معلومات مهمة مثل اتجاه السوق، الطلب على المنتجات، التكاليف والمخزون، توقعات المستقبلية وما إلى هناك وبالنهاية القرار يعتمد على ظروفها الخاصة بنتين عن شات جي بي تي وبعرض عليه نفس السؤال اللي عرضته على الديب سيك بيعطيني جواب أنه شهدت الليرة السورية تحسنا ملحوظا أمام الدولار في الفترة الأخيرة بخفض صعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى السبع تالاف ليرة طبعا هذا الكلام حقيقي وواقعي اليوم صار بتاريخ اليوم تمام؟ طبعا حاليا يحدد مصرف سوريا المركزي سعر الدولار بـ 13 ألف ليرة سوريا للشراء وهذا السعر هو سعر اليوم تماما طبعا بالنسبة لقرار عرض منتجاتك الآن أو الانتظار يعتمد على عدة عوامل بما في ذلك طبيعة منتجاتك وما إلى هناك طبعا عميق لي عدة عوامل أنه أنا فيني أعرض منتجاتي ولا لا بشكل مختصر وصغير جدا وطبعا النصيح لعب عرضه هون بناء على حسب السوق وبناء على حسب ما له شايف بالإنترنت شو عم يصير باللحظة الراهنة لما انتقلت عن دموذج الذكاء الصناعي الكوبايلته اللي هو من مايكروسوفت عطاني النتيجة التالية سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل ليرة سوريا هو حوالي 13 ألف ليرة سوريا حسب المالس ريف المركزي أما بالنسبة لعرض منتجاتك في الوقت الأمثل يعتمد على عدة عوامل مثل الطلب على المنتجات والمنافسة وكذلك الأمر مثل ما أنا شايفين نصيحة مقتضبة وصغيرة جدا 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 هذا حسب كوبايلوت ومثل ما شفتوا يا شباب أنا استخدمت الذكاء الصناعي كمساعد شخصي إلي طيب السؤال المهم مين الأفضل بيناتهم؟ أكيد أنا بستثني الكوبايلوت لأنه كان جوابه صغير جدا وغير مقنع وغير مفيد ولاحظت أنه فيه فرق كتير كبير بالجواب ما بين الديب سيك والشات جي بي تي الديب سيك ما اعتمد على معطيات الأمور بالوقت الراهن إنما اعتمد على معطيات عامة جدا للوقت الراهن وما بعد الوقت الراهن وما قبل وما بعد يعني تصلح معك النصائح اللي يعطاك ياها للآن وليما بعد بينما الشات جي بي تي عطاك نصائح للوقت الراهن تماما وليه معلومات عم تصير بالوقت الحالي صراحة بشكل شخصي أنا اعتمدت على الاتنين سواء اعتمدت على الشات جي بي تي بي الوقت الراهن هو شوع بنصح وبنفس الوقت استفدت من المعلومات اللي قدمها الديب سيك كمعلومات عامة بشكل عام شكرا لمتابعتكن أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية اشتركوا في القناة